أعلنت القيادة العامة للجيش الوطني في ليبيا وصول المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الليبي إلى بنغازي قادما من مطار القاهرة بعد رحلة علاجية في العاصمة الفرنسية باريس استمرت لنحو أسبوعين وأوضحت وسائل إعلام الليبية أن حفتر سيتوجه إلى مقر القيادة العامة للجيش الليبي في الرجمة وأنه سيلقي خطابا إلى الشعب الليبي بعد الانتهاء من مراسم استقباله